أبرز معالم الحالة الجوية في الأسبوع الأول لشهر عشرة في النشرة الجوية الأسبوعية بعد هذا الفاصل كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري إذن بعدما دخلت المملكة في شهر تشرين أول شهر عشرة نتعرف سوية على الحالة الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع الذي من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تشهد بمملكة تباين حلاري ما بين بدايته ونهايته ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يبدأ هذا الأسبوع بيوم الأحد الأجواء تكون بها أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق مع ظهور لبعض الصحب والغيوم خاصة في ساعات الصباح في المنطقتين الشمالية والوسطى وأجزاء من المرتفعات الجبلية الجنوبية وتصل درجة الحر العظمى في العاصمة من التقبل حوالي 24 درجة الموية في ساعات النهار 26 درجة الموية في إربد و20 درجة الموية في جبال الشراء 28 درجة الموية في البادية الجنوبية تصل إلى 33 درجة الموية في المنطقة الشرقية وتكون حوالي 32 درجة الموية في خليج العقبة الأجواء تكون معتدلة في مختلف ومعظم مناطق المملكة يوم الاثنين لا تغيير هام على الحالة الجوية في أغلب المناطق تبقى درجة الحر مشابهة عليه لما كانت ستكون عليه يوم الأحد من المتوقع تظهر كميات من السحب والغيوم في ساعات الصباح بل وتكون الأجواء مائلة للبرودة في ساعات الليل وصباح في مناطق مختلفة من المكاسية فوق المرتفعات الجبلية طبعا على وجه التحديد يوم الثلاثاء أيضا لا يتوقع أن هناك تغيير كبير على الحالة الجوية تشابه الأجواء ما بين أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بأجواء خريفية وظهور لكميات من السحب والغيوم في ساعات الليل والصباح ربما أيضا يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وقمم تلك المرتفعات أيضا الأجواء تكون مائلة للبرودة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر في معظم هذه المنطقة بل وطهبت درجات الحارة مثلا في جبال الشراء إلى 12 درجات الموية في ساعات الليل وبالتالي الأمر قد يصل إلى حد أن التقسي يكون باردا نسبيا في ساعات الصباح الباكر في تلك المناطق ولا تغييرات جذرية على درجات الحارة في باقي مناطق المملكة يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع ينصف أنه قليل على درجات الحارة تصل إلى حدود تقريبا حوالي 25 درجات الموية في العاصمة عمان وتبقى الأجواء الخريفية معتللة في أغلب مناطق المملكة 21 درجة الموية في جبال الشراء 26 درجة الموية في المنطقة الشمالية 28 درجة الموية في معان والبادية الجنوبية 32 درجة الموية في العقبة وتصل إلى 30 درجة الموية في البادية الشرطية هناك تغيير جذري على الحالة الجوية مع نهاية هذا الأسبوع يبدأ من يوم الخميس تصبح الأجواء أقرب كأنها إلى الصيفية وتبتعد عن كونها من الأجواء الخريفية ترتفع درجة الحارة في العاصمة إلى 29 درجة الموية في ساعات النهار يميل الطقس إلى الحرارة في ساعات النهار في أغلب هذه المناطق 30 درجة الموية في المنطقة الشمالية 29 درجة الموية في البادية الجنوبية 25 درجة الموية في جبال الشراء تصل إلى 31 درجة الموية في المنطقة الشرقية وترتفع إلى 35 درجة الموية سواء في العقبة أو في مناطق الأغوار والبحر الميت وهنا تصبح الأجواء نوعا ما حارة نسبيا في بعض الأوقات في ساعات النهار أما يوم الجماعة فتوالي درجات الحارة ارتفاعها وكما ذكرنا تصبح الأجواء أقرب إلى الصيفية كونها من الخريفية وهذا أمر معتاد في شهر عشر كونه صفة من أهم صفات فصل الخريف بتقلبات الأجواء ما بين يوم وآخر تصل في العاصمة إلى 31 درجة الموية تميل الأجوال الحرارة في ساعات النهار في بعض المناطق أيضا تكون 33 درجة الموية في إربد و28 درجة الموية في جبال الشراء 32 درجة الموية في البادية الجنوبية 33 درجة الموية في البادية الشرقية وتصل إلى حوالي 36 درجة الموية في العقبة وسط أجواء تكون حارة نسبيا في ساعات النهار إذن أجواء متباينة للغاية ما بين بداية ونهاية هذا الأسبوع هذا أبرز ما هو متوقع خلال هذا الأسبوع في النشرة الجوية الأسبوعية أتمنى لكم جميعا أسبوعا مباركا أينما كنتم دائما بخير ومحبة إلى اللقاء وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري